قال رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد ان بلاده قادرة على تحقيق اهداف عمليتها العسكرية في ولاية تيجراي المتمردة بنفسها واصدر ابي احمد البيان على تويتر بعد الساعات من اعلان قائد قوات تيجراي المتمردة دبر صيون جبرا ميكائيل ان قواته تقاتل قوات من اريتريا المجاورة اضافة الى القوات الاثيوبية فاز البريطاني لويس هاملتون سائق فريق مرسيدس بسباق جائزة تركيا الكبرى على حلبة اسطنبول بارك ليتوج بلقب بطولة العالم للفورميلا وان للمرات السابعة ويعادل الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الاسطورة الالمانية المعتزل مايكل شماخر ويصبح السائق الاكثر نجاحا طوال تاريخ السباقات